العراق إلى عين لأننا عندما نتحدث عن العراق فإن العراق كبرياء العراق كرامة العراق غيرة العراق صبر العراق حضارة العراق تاريخ العراق إنسانية العراق لغة للمحبين وللعاشقين العراق صبر العراق تفاؤل العراق أمل العراق حرية ويطول الوصف في العراق لأنه هو العراق فكل هذه الصفات مجتمعة في بلد وفي شعب يتمناه أي رجل أن يكون حاكما عليه لأن من الصعوبة أن تجتمع كل هذه الصفات في بلد أو في شعب لكن ما حصل في العراق من 2003 حتى هذه اللحظة كان موجعا وكان مؤسفا وكان قاسيا لأن هناك بعضا من الشفاطون واللفاطون والعفاطون الذين وجدوا أنفسهم في الحكم أنفسهم في الحكم واعتقدوا أنهم معبرون معبرون وأخذتهم العزة بالإذن وأصبحت بغانمهم ومكاسبهم والسحت الحرام مقدساً بالنسبة لهم ومن يقترب منهم أو يحاول الإقتراب ستلعنهم شياطينهم وتناسوا وتناسوا وهنا أنا من واجبي أن أذكر دائماً أن العراقيين إذا ما غضبوا فلن يقف بوجههم أحد وندرك ونعلم أن الشرفاء ومن معهم في كل مكان موجودين في العراق بالكمية والنوعية أنا خطابي أعني به هؤلاء الفاسدون الذين ما زالوا يصرون على أن يجعلوا العراق ضيعة لهم وأن يستعبدوا أهله وفي كل مرة وما حييت سأبقى أردد خطابي ضد هؤلاء الفاسدين مهما صغروا مهما كبروا لأننا شعب ومن سنوات طويلة نبحث عن الحرية ومن حقنا أن ننعم بخيراتنا ومن حقنا أن نعيش مثل الدول التي لا تمتلك ربع ما نملكه لذلك قلناها دائما للقوى السياسية يا أخوان قللوا من خلافاتكم لأن هذه الخلافات تنعكس على الواقع وتنعكس على الناس الفقرة وتنعكس على الوضع المالي وتنعكس على الوضع السياسي وتنعكس على الوضع الاجتماعي لذلك في حياتنا ما كان لدينا انتحار الآن لدينا التحار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر